برر مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح المتهمين بالجريمة بعدم كفاية الأدلة في القضية قائلا إن المتهمين اعترفا تحت الضغط في مراحل التحقيق الأولي وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة التمييز دققت القضية ووجدت أن الأدلة فيها غير كافية لإصدار قرار حكم سواء بعقوبة الإعدام أو بغيرها ذلك أن المتهمين أنكرات تهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات مضيفا أن أقوال شهود والمشتكين تناقضت أمام القائم بالتحقيق وأن الأدلة العملية غير متوفرة في الدعوة وأن الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين تحت الضغط بدورها تساءلت منظمات حقوقية عن مدى صحة صدور حكم بالإعدام بحق المتهمين ثم يخفض إلى السجن المؤبد ثم يطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة لا سيما أن قاضي التحقيق أقر بكفاية الأدلة وأصدر حكما بالإعدام بناء على ثبوت الأدلة بحق المتهمين بالجريمة النكراء ترجمة نانسي قنقر